السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ إذن نلتقي مرة أخرى فقط في فيديو جد قصير وتوضيحي حول الجدول اللي راني حطيت لكم مقبل في القناة ليتحدث عن سير امتحان شهادة التعليم المتوسط 2020 وكما شفتوا حطيت لكم جدول في ترتيب كامل المواد هذا الجدول ما جبتهش أنا من رأسي يعني جبته من عند أساتذة ليعني جابوا معلومة رسمية والجدول كان يعني السير انتعه حسب التواريخ اللي قدمتها الوزارة من قبل إذن الوزارة التربية والتعليم من قبل قدمت تواريخ على أنه امتحان شهادة التعليم المتوسط يكون من 13 سبتمب إلى غاية 15 سبتمب وشهادة البكالوريا تكون ابتداء من 20 سبتمب ولكن في البيان هذا الجديد من التعليم 15 جوان قامت الوزارة بتغيير التواريخ وقدمت في التواريخ بمدة أسبوع إذن وبهذا يكون سير شهادة التعليم المتوسط قد قدم بأسبوع وكذلك سير امتحان شهادة الباكالوريا من 20 سبتمبر أصبح في 13 سبتمبر ولكن شفت بعض الأشخاص يحطوا لي تعليقات على أنها الجدول خاطئ الجدول ليس بخاطئ الجدول هو موضوع حسب التواريخ اللي قدمتها الوزارة سابقا إذن واش رح نديره فقط نغيره في التواريخ نغيره فقط في التواريخ أما ترتيب توزيع المواد وترتيبها والتوقيت يبقى هو هو مثلا كما أنا في الجدول قلت لكم الأحد أعطيت لكم المواد اللي رح تبدو بها والتوقيت تنتحهم نفس الشيء هذا المرة رح تبدو بيوم الاثنين إذن نفس المواد اللي رح يوم الأحد بنفس نفس التوقيت عفوا يعني تكون يوم الاثنين المواد اللي رح يوم الاثنين بنفس التوقيت تكون يوم الثلاثاء والمواد اللي رح يوم الثلاثاء بنفس التوقيت تكون يوم الأربعة يعني توزيع المواد وترتيبها والتوقيت تنتحها يبقى هو هو ولا يتغير أبدا من سنة إلى أخرى يبقى نفس التوقيت ونفس ترتيب وتوزيع المواد فقط هناك تغيير في التاريخ والتغيير يعني مش حنا السبب ومش حنا اللي يدرناه التغيير جاء من الوزارة يعني الوزارة أول مرة صرحت أنه رح يكون أول يوم لإجراء الامتحان انتع شهادة تعليم المتوسط في 13 سبتمب ولكن اليوم غيرت في التاريخ يعني ومن حقها يعني هي أدرى يعني بالأمر اللي رح يساعد التلاميذ فقط هذا فيديو توضيحي بالنسبة للأشخاص اللي رام يقولوا أنه الجدول خاطئ حسب التواريخ التي قدمتها الوزارة من قبل فقط تغيروا في التواريخ كنتوا رحين تبدو بيوم الأحد رح تبدو بيوم الاثنين إذن المواد اللي تكون في اليوم الأول هي دائما اللغة العربية علوم فيزيائية يعني اللي حطيتها لكم يوم اللي حطيتها لكم عفوا يوم الأحد تحطوها يوم الاثنين يوم الاثنين تحطوها يوم الثلاثة والمواد اللي رح يوم الثلاثة تديرها يوم الأربع بنفس التوقيت ونفس توزيع وترتيب المواد نتمنى ان هذا الفيديو فاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته